السلام عليكم الزلف اللون أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جيسكا أخبار طبعا بعد حدوث مشاكل في قناتنا الأولى جيسكا أخبار تيفي أرى أنه قلنا لكم الأخبار حاليا إلى هذه القناة جيسكا أخبار التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد فقط مع لكم غير الدعم أبوني في القناة وبرتاجي هذا الفيديو كي يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله حصريا يعني كما راكم تشوفوا لجنة العقوبات التابعة للكاف ستجتمع هذا الخميس بإذن الله لإصدار عقوبات في أحداث مباراة الترجي التونسي وشاببات القبائل بالطبع العقوبات راهي واضحة الناس بكل رامي يعرفوا العقوبات ما هي بالنسبة لهم ستكون مقابلتين بدون شمهور وغرامة مالية يعني راح نخليهم زوج مقابلت بدون شمهور وغرامة مالية وهذه العقوبات اللي هي ضائلة جدا بنسبة للكاريتا اللي دارها كين معز الدبابي هذا رئيس الرابطة التونسية للأمن والمواطنة يتحدث عن إيجاد مواد سريعة الالتهاب ومخدرات كثيرة والكثير من السكاكين خلال مباراة الترجي أمام شبيبات القبائل كما أكد يعني أن العنف الذي شهدته المباراة كذا أن يؤدي بحياة أحد الأنصار وأحد عناصر الأمن كذلك شهدت اللجنة المشرفة على تأمين المباراة تؤكد يعني أنها لم تكن مجرد مباراة في كرة القدم بل أشبه بحرب عصابات في أحد أحياء مدينة ميديلين الكولومبية يعني هل يعقل أن الترجي سينجو من الاستبعد في البطولة؟ والله صراحة هذا هو السؤال المطروح بكثرة الأقل يعني أقل شيء أنك تسبعد من البطولة وتطلع شبيبات القبائل هي التي تسهل خوطنا صراحة نتمنى إن شاء الله يكون أشد العقوبات على الترجي التونسي كي يبقى عبارة لمن يعتبر لايك على الفيديو إن شاء الله أبنيوا في القناة وبرتاجي وهذا الفيديو كي يصلكم كل ما هو جديد ونسلنا إن شاء الله من جمهور شبيبات القبائل تعطينا الآراء تاكم في التعليقات يعني التعليقات والآراء تاكم مرام يهمونها بزاف شاركونا الآراء تاكم في التعليقات وما تنساش أخي العزيز الدعم في القناة والبرتاج واللايك دائما كي يصلك كل ما هو جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته